تزوج رجل من زوجة على خلق ودين وبها من التقوى ما يجعلها هادئة وتتقبل كل الأمور بقلب راض مطمئن وبعد عام من زواجها رزقت بطفل جميل أسعد قلبها كثيرا إلا أن زوجها تزوج بزوجة أخرى وأخفى زواجه هذا عن زوجته التي يحبها ويقدرها كثيرا وقد علمت الزوجة بزواجه عن طريق الصدفة ولأنها عاقلة وذكية وترضى بما قسم الله لها لم تعترض ولم تغضب بل لم تخبر زوجها بأنها علمت بزواجه وفضلت الصمت وقالت الحمد لله دائما اختيار ربي هو الأفضل لأنني أحبه وأحب كل شيء يقدره ظلت الزوجة التقية الذكية مع زوجها تعامله أحسن معاملة وتهيئ له جوا من السعادة لا مثيل له وظلت هكذا لمدة ستة عشر عاما حتى توفي زوجها حزنت الزوجة كثيرا على وفاة زوجها وقد رزقها الله الصبر والثبات على فراقه وظلت تذكر والدموع لا تفريقها محاسن زوجها أمام كل من حضر العزاء خاصة أهله الذين تعجبوا كثيرا لوفائها وحبها لابنهم الذي تزوج عليها بعد عام واحد من زواجه بها وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة اجتمع أهل زوجها عندها ليخبروها بزواج ابنهم بزوجة أخرى وكلما هموا بفتح الموضوع تراجعوا من الخجل وبسبب متح الزوجة في ابنهم طوال الوقت والزوجة جالسة معهم وتعلم تماما ما يدور بعقولهم وما يريدون قوله لها وبعد فترة بدأ والد الزوج الحديث وقال لزوجة ولده يا بنيتي هناك موضوع أريد أن أفاتحكي فيه وأرجوك أن تتفهميه وتتقبليه دون غضب أو إحداث مشاكل قاطعته الزوجة وقالت له في هدوء لا تقل شيئا يا عمي أعرف أن ولدك قد تزوج بأخرى منذ ستة عشر عاما وقد عرفت من أول يوم لزواجه رد الأب في ذهول وصبرتي كل هذه المدة ولم تخبريه كم أنت تقية قالت الزوجة ليس التقوى فقط هناك أمور تحتاج بجانب التقوى إلى حسن تفكير وذكاء وهذا ما تعملت به مع ابنك فلو أني أخبرته بما علمت وغضبت وحولت حياته معي إلى نكد مستمر كان سيقسم الليالي والمال بيني وبين زوجته الثانية وكلما أغضبته تركني وذهب إليها ولكن عندما استخدمت عقلي جيدا وأخفيت عنه معرفتي بزواجه أصبح عندي كل الليالي ومصروفي لم ينقص شيئا بل وكان يعاملني بحب كبير ورقة زائدة حتى لا أشك فيه وأعلم ما خبأه عني لقد عاش معي ستة عشر عاما بعد زواجه من الأخرى يعاملني كملكة متوجة فماذا كنت أريد أكثر من هذا؟ قال الأب والذهول ما زال على وجهه ووجه كل العائلة ما أروع إيمانك وما أكمل عقلك لقد اطمأننت تماما على أحفادي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب تقدم شاب لخطبة فتاة ملتزمة وذات خلق ودين وقال لأهلها أن أخلاقها الكريمة هي التي دفعته للتفكير في الزواج فسأل أهل الفتاة عن هذا الشاب فعلموا أن أخلاقه لا غبار عليها وعيبه الوحيد أن له بعض الأصدقاء غير ملتزمين وقالوا للفتاة تستطيعين بأسلوبك الرائع أن تبعديه عن هذه الصحبة أو يغيره من سلوكياتهم حاولت الزوجة بعد الزواج أن تبعد زوجها عن صحبته الفاسدة التي تدخن وتتلفظ بألفاظ نابية وتذكره بأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إلا أن الزوج كان يتمسك بأصحابه بحجة أنهم أصدقاء الطفولة فكانت تلتزم الصمت حتى لا يتطور الأمر ويخرج زوجها عن شعوره وبعد الزواج بشهر واحد وأثناء وجود الزوج بعمله اتصل شخص يتصف بالخصة على هاتف منزل الزوجين وبكل وقاحة قال للزوجة أنه متيم بها ويتمنى أن تقابله ولن تندم فنهرته وسبته وأغلقت السماعة في وجهه كرر هذا المتصل اتصاله بالزوجة وفي كل مرة يكون الزوج خارج البيت وعندما يأس من الوصول للزوجة تعمد إفساد حياتها الزوجية وتدميرها فكان يتصل في حال وجود زوجها بالمنزل وبمجرد رفع الزوج للسماعة يغلق الخط فورا هاجمت الزوج الشكوك والظنون رغم معرفته بأخلاق زوجته التي لا تعرف غير الصلاة وحفظ القرآن الكريم وعمل الخير وتحولت حياة الزوجين بسبب اتصال هذا الشخص إلى نفور ثم قطيعة استشار الزوج أحد أصدقائه المقربين في شأن زوجته وكان حقيرا في كذبه وباطله حيث قال للزوج سمعنا كثيرا عن علاقات زوجتك المشبوهة ولكننا لم نخبرك بذلك حرصا على حياتك الزوجية وأملا في رجوعها إلى طريق الاستقامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بعد ذلك وصلت حياة الزوجين إلى جحيم لا يطاق ولأنها لا تحب أن ترى زوجها بهذا الحزن اقتربت من زوجها وأقسمت له أنها بريئة من هذا الكلام وأن صديقه كاذب ومفتري ولأنه يعلم أن زوجته في غاية الطهر بدأ الشك يدب في قلب الزوج تجاه كلام صديقه وقرر الكشف عن رقم هذا الذئب الذي يتصل يوميا بهما وذلك عن طريق كاشف الرقم وكانت المفاجأة المذهلة حيث لم يكن هذا المتصل سوى صديقه الذي استشاره في أمر زوجته وهو الذي يحاول الاعتداء على حرمات بيته وانتهاك عرضه وإفساد حياته الزوجية فقرر الذهاب إليه في بيته وتلقينه درسا قاسيا وعندما فتح الصديق الذئب الباب ووجد الزوج في حالة غضب وهياج قفز من النافذة خوفا على حياته وظل يجري وينظر خلفه حتى اصطدم بسيارة ونقل على المستشفى وأصبح لا يستطيع السير على قدميه ومنذ ذلك اليوم تخلص الزوج تماما من صحبته الفاسدة التي كادت أن تفسد عليه حياته الزوجية وعلم أن زوجته وأهلها كانوا على حق الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدوه إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلميذ في الصف الرابع الابتدائي مستواه الدراسي منذ صغره لا يتعدى 60% فكان والده يضغط عليه كثيرا ليتفوق وفي كثير من الأوقات كانت أمه تقارنه بزملائه وإخوته وأقاربه فتأزم نفسيا وبدأ يكلم نفسه كثيرا ويبكي وهو نائم ومر المسكين بحالة اكتئاب شديد ذهب الوالدان به لأكبر طبيب نفسي واشتكت أمه للطبيب قلة حفظ ولدها فأعطاهما الطبيب دواء لتقوية الذاكرة تسبب لاحقا في تكوين ماء على المخ شعر الوالدان بعد ذلك أنهما يقودان ابنهما نحو الجنون فهم يريدان من صغيرهما تحقيق حلم التفوق الدراسي فقط وكأنهما يطلبان من حصان أن يمشي بسرعة القطار لذلك شعر الأب أن ابنه بدأ يضيع منه خاصة بعدما قال له شقيقه إمام المسجد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضان الأبناء وتقبيلهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا تضغط على ابنك كثيرا فربما يتعب نفسيا فتنفق في علاجه كل ما تملك ليعود طبيعيا كما كان وقد لا تنجح وأبناءك رزق من الله فتقبل رزقك بأبنائك بالرضا واجتهد في تربيتهم على ما يرضي الله عز وجل واقنع أن رزقهم تكفل به الله وهذه الحياة نعيشها مرة واحدة فاستمتع بأبنائك واقبلهم بجميع حالاتهم اقتنع الأب بكلام شقيقه وقرر تغيير طريقته القاتلة مع ابنه فذهب لزيارة ابنه في المدرسة واستأذن من معلم الفصل كي يقول كلمة لابنه أمام زملائه ثم وقف أمام التلميذ ونادى على ابنه وأحاطه بذرعيه وقال لزملائه هذا ابني وأنا أحبه كثيرا وهو يجتهد كثيرا ويذاكر ومهما كانت درجاته قليلة فحبه في قلبي كبير ومهما فعل فهو ابني وحبيبي ومن اليوم سأطبق عليه القاعدة التي تقول على المرء أن يعمل وليس عليه إدراك النجاح فإن ذاكر وكان الأول فهو ابني وحبيبي وإن ذاكر ورسب فهو ابني وحبيبي أريد أمامكم أن أتأسف له على ما فعلته معه فيما مضى ثم قبل الأب رأس ابنه أمام زملائه وانهمرت الدموع من عيني الأب وابنه فأخذه الأب في حضنه وصفق جميع التلاميذ له وعاد الأب يومها إلى البيت مرتاحا وعاد الإبن سعيدا وقال لأبيه لقد رفعت رأس اليوم يا أبي لقد قال لي زميل الأول على الفصل ليت لي أبا مثل أبيك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا